مرحبا أنا ميراي و أنا جوال نحن اليوم بحلقة جديدة معكم بطاقة حب رح نكون عم نحكي فيها عن الحب ولكن حب الذات الدين هم يكون عنا self love تجاه حالنا ونرجع نتذكر أنه نحن خلقنا عبارة عن حب we are love ولكن اسقطات المجتمع علينا وأهلينا والمدرسة والبيئة اللي منربع فيها بيخلونا نحس أنه الحب هو شي مشروط كل الوقت منلاقي حالنا عم نكبر مع صراع جواتنا بدنا نعمل أي شي لنرضي الآخرين اللي حوالينا من أهلينا لأبعد الناس لألنا لنحس حالنا محموبين سو رح نفوت أكتر اليوم بالتفاصيل كيف فينا نرجع نتذكر قدين إحنا عبارة عن حب كيف فينا نحب حالنا وقدينهم نكون عم نحب حالنا ومنعد أنه هيدا الشي هو أنانية مثل ما متعرف عليه بالمجتمع معك حاميري نحنا خلقنا للأسف أهلينا ما يمكن كانوا يعرفوا ما عرفوا أكتر من هيك أو ما عرفوا كيف يربونا بطريقة أحسن أو يمكن ما كانوا يعرفوا أنه نحنا حساسين أو الإنسان هو حساس يعني فكانوا يربونا شوي بأسي ومثل ما هن تربوا عكل حال فمنخلق نحنا مثل ما قلت أنه في عنا كتير شروطات تنقدر ننحب مظبوط ما مننحب لأجل أنه نحنا بس بحقلنا ننحب وهو الحقيقة نحنا مفروض ننحب بس لأنه نحنا خلقنا بهالدين بشكل مرجاني بالضبط فمنصير نحنا كولاد شو ما كان منعمل لأهلنا تنقدر نرضيهم تنقدر يوصلنا بس هال 1% الحب يعني منهم نحس فيه حتى أنا يعني وقتها كانت صغيرة تم كتير بعيد كتحس أنه بدي دايما نرضي أهلي بدي دايما لأنه كتحس أنه مني enough لألون يعني مني كاملة ومني كافية لألون أنه لازم يكون حدا أشتر بالمدرسة لازم يجيب علامات أكتر لازم يكونوا أصحابي كمانا معينين مش هول الأصحاب لأنه في كتير شروط بتصير بتنحط نحنا كولاد أنه ليه عم نحكي مع هول عالم مش مع هول عالم فالولد يعني بيضيع بهيك مواقف صح؟ بيصير عايش مع expectations مع توقعات معينة يعني أنا إذا ما جبت هيد العلامة بالمدرسة أهلي ما رح يحبوني أو المدرس أو المدرسة ما حيكونوا عم بيحبوني أو يعتبروني أنا المفضل لأنه برأسنا مرتبط هيدا الشي العلامة العالية بالمدرسة هي يكول الحب بالبيت أو حتى بالمدرسة أو حتى الأهل بس يتفخر ويخبروا بالعائلة الكبيرة أو بين الأقارب أو المجتمع أنه ابن أو بنت جابت هيدا العلامة أو ابن أو بنت أولة بالمدرسة أو حتى بالجامعة فبيصير الضغوطات وضغوطات هيدا عم تنحط على الولد والميسجز أو الرسائل اللي عم تصلوا وتفوت على العقل الباطني عنده أنه بس تكون أنت هالقدة عم بتجيب أو هالقدة عم تبرع يعني أنت محبوب والمجتمع بيحبك والأضواء بتكون عليك ومقبول اجتماعيا بالضبط وبتتاخد هولة للأسف لحديث عمر كتير 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 مأخر والواحد بيضل يعيد نفس الباترنز لحديث شوعة أنه آه لأ مش هيدا هو الحب لازم أنا أنحب بلا ولا شي صح مثل ما أنا مثل ما أنا لأنه نحنا منخلق مثل ما قلت بالبداية نحنا حب وكل شي مناخده من أهلينا أو الناس اللي منتعاطى معا نحنا عم نكبر هو لازم يكون مش مش مشروط مش لأنه إذا أعملت هيدا الخدمة لحدا معي بالشغل أو إذا أعملت خدمة لحدا بيقربني أو أعملت خدمة لصديقة أو لصديقة بأعملها لأنه منتظرة بالمقابل أنه يحبوني لأنه ما أخدت هيدا الحب الكافي من أهلي أو ببرع بهيدا الشي لأنه ناطر بالمقابل هلأ خاصة مع السوشال ميديا يجيني العيكات كتير يجيني فولوورز كتير حسحة لهيدا الشي كمان عم بيعطي عم بيغذي عند العالم أمشي من جوا ما حصلوا عليه بحياتهم أو بعيلتهم أو ببيتهم فكلما أنا فرج برعتي لبرة بالمقابل عم بنتظر شي هو يعطيني السعادة من جوا ولكن هو كل شي نحن عم نعمله عم نحققه بحياتنا نحن عم نكبر هو أصلا مقدر ومقبول وكتير حلو فبس نبلش نصدق أنه مش ضروري يكون في بالمقابل هالأد لايكس وأكسبتنس وتقبل بالآخر أو من عائلتي أو من شريكة أو من أصحابي بتكون أنا عايشة بسعادة أكتر ومرتاحة مع حالة أكتر ببقى في ضغط علي لازم أعطي أكتر لازم أعطي أكتر فحب نحب حالنا من جوا بدنا نبلش نشفي الجروحات اللي خلقوا لنا إياها نحن وصغار لأنه من تكونوا حلوين إذا كان شكل كون هيك بتكونوا حبين كونوا راضين عنكم إذا عملتوا هيدا الاختصاص بالجامعة مش هيدا الاختصاص في كتير أهل حتى وقت ما بينتبهوا على العبارات اللي بيستعملوها مع أولادهم بدي إياك تكون حكيم بدي إياك تكون مهنسة بدي إياك تتزوج هيدا الشخص بدي إياك ترتبط بهيدا الإنسانة كل هولة ضغطات منصير نحن فيه أوقات منلاقي إنه لما نزعي الأهلين وكرمال الأهل وكرمال ما يصير في هال توتر بالعيل أو نكون هيك حسين حالنا مرتحين منلاقي خططنا مسيرة حياتنا إن كان اختصاصنا بالجامعة صدقاتنا الشريك للحياة اللي بدأ نرتبط فيها على أساس أهلنا شو بيحبوه فهيك بيكونوا هن راضين ولكن منوصل لعمر معي منلاقي إنه كل ما عم نكمل بهالباترن عم نرضي عم نرضي عم نرضي إحنا منجوه نسيين حالنا وهون بتبلش الأزم الحقيقية فبس نبلش نشفي هيدا الجرح الحقيقي وننتبه إنه نحن ويماتر يعني نحن الpriority نحن الأولوية منبلش عم نغير بهالحلقة المفرغة طبعا إنه مش قادرين نحب حالنا بطريقة محقيقية أنا عنات كتير منها هيدا ففينا أحكي من هلأ لمدركة محلقة على الموضوع إنه الواحد فيه يخسر his own أو her own identity هويته يعني هويته الخاصة وقتها يكون كل الوقت عم نحاول نرضي العالم الآخر أو العالم البراني فبس أنا بحب أقول اللي عم يسمعونا إنه إذا فيكن تفوتوا بس لدخلكم بدل ما تهتموا بالمصاري إنه المصاري هي رح تعطيكم الvalidation إنه إنتوا أشخاص مهمة أو الساكسس أو الوظيفة الوظيفة اللي إنتوا فيها أو الجوز اللي تجوستوه إنه هيدا الرجال معه كتير مصاري أو ناجح أو الخي أو الأخت الواحد يفوت لجواته لأنه كل هول اللي بره هني بس عكسين قصص من جو فالواحد وقتا يحس من جو إنه هو فعلا محبوب بس لأنه موجود هون بهالدنى بلا ما يعمل شي فعلا محبوب هيدا الشي رح يعكس لبره بصير فيه احترام لنفسه من قبل الآخرين لأنه وقتا الواحد يكون كل الوقت عم بيرضي غيره بيبطل فيه هالاحترام بيبطل فيه boundaries يلي كلهم هول رح نحكي فيهن كمانا لأنه بتصور السيلف لوف ما فيها يعني نحصرها بحلقة وحدة لأنه it's a lifestyle فعليا كل يوم لازم نحنا نقرأ نحط حالنا أول شي بلا ما نكون قنانية لأنه فيه الkindness يلي هي أسسية أنه نحنا منطي بطنع من حط نحنا أول شي لأنه نحنا كمانا أشخاص نحنا كمانا إنسان وهيدا الإنسان مثل ما كان رح يكون ميراي أو أختي أو خي وبحبه من قلبي بدي أحط أنا الإنسان كمانا بدي أحب حالي من قلبي فيه مثال كتير على طول بحب أعطيه بموضوع self love أو حب الذات اللي هو موضوع التيارة بس نطلع على التيارة بس يعطونا الإرشادات قبل ما تقلع على التيارة فيه حال صار أي عطل أو أو أي مشكلة على التيارة بيقولولك أنه إذا فيه معك ولاد أو معك حدا أصغر منك أول شي بتحط الأكسجين لا إليك أول كبير يعني كان رجل أو مرأة مش للأطفال فالعبرة منها كتير حقيقية بتطبق على كل شي بحياتنا وأكتر شي بالself love لأنه إذا أنا كل لقات عم بعطي عم بعطي عم بتروح من نطاقة عم بهدر حياتي عم بهدر نصلى محل بنحس بي فراغ من جوا طيب أنا وين رديت فلان رديت أمي ورديت بي ورديت زوجي وولادي حتى الأم بعدين بس يصير عند أولاد وهذا الفراغ بس بردون أتشتك ميراي هذا بيخلق بعدين حقد على الآخر لأنه منخمل الحق عليهم بنصير عم نفوت بحلقة مفرغة تانية بنصير عنا كرهية للشخص وغضب عليه لأنه كان هو اللي خلانا نصير هيك ولكن نحنا بدنا نفوت نحنا نبلش نرجع نحب حالنا من جوا فمثال الطيارة كتير مهم نتذكره يعني كل ما حس حاله الشخص إنه ما عم بيحب حاله كفاية وكل وقت عم بيعطل الآخرين لولاده لعائلته لاب الشغل في ناس اللي بطلع كل الوقت عادتها كل الطاقة اللي عندها للشغل وبتبقى overtime لأنه بمحل عم بتنتظر إنها تكون محبوبة ومقدرة ويقولوا عنه برافو وشاطر وددكيتد للشغل ومتفانة وعم بيعطل كل وقته بالوقت اللي بينس حياته الخاصة وحياته الاجتماعي أو كان بنت أو الشاب فعطيارة إذا حطينا الأكسجين بالأول للولد اللي معنا أو اللي أصغر منا بهاللحظة أو الأقل من ثانية نكون إحنا عم نخزر عم نخزر بالتالي ما ممكن فدناهن بموت الشخص أصلا فما ممكن لفدنا الولاد لأنه ما بقينا معهن ولا فدنا حالنا فبتتطبق على كل شي بحياتنا طاقة اللي عندنا ياهل لازم تكون بالمرتب بالأولى لألنا نحن نحط حالنا أولوية نهتم بحالنا نحط حدود نعرف إمتين نقول إيه إمتين نقول لأ رح نحكي أكتر بموضوع لحدود الباوندريز بحلقات قادمة بس بالسلف لوف هيدا شيء كتير مهم بس أعرف أنا وين نقول إيه وين نقول لأ للشخص التاني ما ع حساب تعب وصحتي وحياتي وعمري كون أنا عم بفن حالي عم بفن حالي آخر شيء اكرهوا لهيدا المدير بالشغل لأنه ما قدرني أو فجأة قال لي شكرا مع السلامة أو ما حسسني إنه أنا الموظفة الناجحة أو لشريك حياتي لكل الوقت عم ضحي عم ضحي عم بعطيه من وقت ومن كل شيء آخر شيء بكرهوا لأنه ما قدر يشوف يقدر هذا الشيء وأغلبية الكابلز منلاقي آخرت يعني وقتها يمكن بعد عشر سنين أو عشرين سنين بيقلها الشخص أو بتقله إنه مين طلب منكم تعته هالقد وهنا منفوت بضياع أكتر وكراهية لحالنا وكراهية للشخص التاني فلننتفادة كل هولة بدنا لي هلأ عنده أولاد عم بيربيون أو اللي عنده مشروع يعمل عائلة يعني ويكون عم بجالب ينتبه كيف فينا نصحح هذا الشيء بالمجتمع ننتبه إنه كتير مهم الولد نحبه مثل ما هو إن كان إحنا برأسنا بدنا قبلنا يخلق أشقر أو أصمر أو عيونه خضر أو زرق أو عيونه صود أو يطلع الأول بالمدرسة أو يطلع بيحب الموسيقى كتير أو بيحب السياسة كتير أو بيحب الفن أو شو ما يحب أو حتى لو ومنه شاطر بالمدرسة ينحب لأنه هذا الولد ينحب مثل ما هو لأنه أكيد ما في ولد إلا ما عنده مهارات معينة ما عنده شطارة ما عنده شي من جوه جاي يحققه جاي على هالدين اللي يعمله فإذا كان الأهل بدهم بس يكون بارع بالفن أو بارع بالماط بالحساب أو بالرياضيات عفوا أو بارع باختصاص العيلة يعني في فاميلي بزنس ماشى بالعيلة وكل الولاد لازم يطلعوا بيحبوا هيدا الشي فنحن عم نحصرون بس نحبهم مثل ما هنه نسمح لهم يكونوا حالون ونحترم هنه شو بيحبوا منكون عم نبنى جيل جديد عنده self love من جوه قادر يحب حاله وما يفوت بعدين بمشكلة الأنانية لأنه وقتها يكره كل شي ويقول أنه أنا هلأ بدأ اهتم بحاله وبدأ انسى كل العالم هون بيكون بلش عم بيفوت بنوع من الأنانية اللي كمانا رح تكون عم ترتدع اللي بشكل سلبي هلأ كمانا لكل أم كمانا يلي عم تربها الولاد ما تنسى حاله دايما تتذكر تحت حاله أول شي ولكل شخص بالنهاية كلنا نقصنا حبه حنان وكترة الحب أبدا يعني بتظلة بتظلة كتير حلوة والواحد أكيد أكيد مش للواحد يصلى الأنانية هي دايما بكررة بس الواحد وقتها يحب حاله فعليا بيقدر فعلا يعطي يعني متل ما بقوله وقتها تعبي يعني وقتها يعبي وقتها يعبي واحد كيسه يصير كتير فل بيقدر يعطي حب وحنان للآخر وفعليا هذا بيكون يعني بلا شروط أكيد لأنه وقتها الأم تنسى حاله هي تكون قرارة تربط ببيت أو بعيلة ما نعطاها الحب الغير مشروط اللي هي كانت منتوقعته ترجع هي عم بترب بولادها بنفس الشي أو حتى الأب والأم لأنه بيراسة كمان بينحط من هي وصغيرة إنه كأمرأة لازم تضح ولازم تعطي والأمومة هي تضحي هو كمان من البليفز الغلط اللي رح نحكي كمان فيه نبقى من حتى لها كونديشنز للأم إنه لازم تدعو بحالك ولازم تعطي ولازم تنسى حالك كلمة لولادك توصل على العمر بتلاقي إنه كبر ولادة هي وين حياتة عطيت 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 ما بقى في شي قدامها لترجع تبلش تقبل تحب حالة بدأت صلح شو أخدت من أهلا وشو هي عطيت وتسامح حالة وتكون هيكي أكتر طيبة مع حالة لتقدر تتقبل شو اللي يصار معه وترجع تبني عن جديد فكتير مهم كيف إذا بدنا نخلق تغيير نبلش من الأطفال وإذا نحنا قريدي كبار وصلنا لعمر ما أخدنا الحب الحقيقة أو اللي كنا منتظرين وبشكل غير مشروط لنبقى نبلش نشتغل على حالنا بدنا نرجع نفوت لجو نتقبل اللي صار اللي صار صار مثل ما ذكرت بالبداية أهلينا أغلبية الوقت هالقد بيعرفوا أو هالقد نحبوا أو يعني تربوا ربونا بالطريقة اللي هن تربوا فيها فهيدا اللي بيعرفوا وهيدا مثل كأنه المانيو اللي بقيدون ربونا بنفس الشي فأول ما نقبل هيدا الشي ونبلش نسامحهم ونسامح حالنا من جوا وننتبه للباوندرز بحياتنا كيف عم بتصرف مع شريكة مع رفقتي مع زميلي مع ولادي وشوي شوي نبلش نصلح من كل عم نبلش نحب حالنا تدريجيا مزبوط وبعد شغلة إنه حلو كمانا الأم وأول الأب يعني يكونوا مثال لأولادهم يعني أنا مثلا كنت أكيد بتعلم من أهلي أو من الماما مثلا إذا حطت هي حالة أول شي إذا حبت حالة إذا كان هي عندها اكتيفتيز بتحبهم بتعملهم كنت أنا كمانا يمكن تحمست أنا وصغيرة أو حيال لأم وحيال لبنت أو حيال لولد وبعد شغلة كمانا بدي أقوله إنه دايما نحنا البنات عادة منكون مستنظرين إنه الرجال اللي بدنا نتجوزوا أو اللي مجوزين إنه هو يعطينا الحب والحنان وهذا الشي منه كتير حلو لأنه كمانا مشروط فمش ناكي كتير أساسي عن جدا على كل أشخاص إنه فعلا نحنا نحب حالنا فعلا نحنا نقدر نعبي حالنا يعني نعبي قلبنا نحنا بإيدنا بهذا الحب تنقدر فعليا نعيش مبسوطين مش نتكل على حدا آخر يكون عنده هالقوة والإدراء مثل كأنه يتحكم فينا إذا في نقول أو نحط له مثل ستاندردز يعني كأنه لازم يكون معايير معايير إيه في عنده معايير لازم هو يطبقه فهذا الشي كمان بتخلق كتير مشاكل عند الكوبلز أو حيال لأشخاص بين أصحاب كمان ورفع يعني لأنه غالبية الوقت إذا انتهت العلاقة أو الصداقة أو الزمالة أول كلمة بنقولها عن الشخص التاني أو العالم اللي بتقولها أنه يدي عن الوقت اللي عطيته أو يدي عن الحب أو يدي عن التضحية لأنه براسنا كان فيه كان فيه توقعات أنا عم بعمل هيك ساعتها أنا كمان ما عم بحبه للشخص التاني بطريقة غير مشروطة unconditional يعني عم بكرر شو كيف أهلي تصرفوا معي وعم بحط ضغط عليه للشخص التاني يعني هو ما بده أو هي ما بده تتصرف بهذه الطريقة معي بيصير فيه نوع مثل كأنه manipulation أو تلاعب يعني أنا عم بعمل كل هذا الشي لا تحبوني أو لا تهتموا فيي أو إذا ما عملته هيك أنا رح أزعل أو بيصير كهذا الولد المجروح اللي فينا اللي عم بيعمل تنترم هو صغير عم بيبكي إنه بده ضل يبكي لتعملوا للبدية على قبر منتصرف نفس الشي بس بطريقة تانية ما منوقف بالأرض ومنبكي بس منصير عم نتلاعب بشخص التاني اللي حبنا الحب اللي ما أخدنان إحنا وصغر فهلقد الموضوع كتير دقيق وبدنا ننتبه على طول الكلمات اللي منستخدمها مع الشخص التاني توقعت اللي منحطها براسنا نحن كيف نحكي ما حالنا الحديث الداخلي تابعولنا لأنه قد منصير عم نرسم سيناريو وعم نخطط إنه إذا عملت هيك أكيد فلان هيحبني وأكيد فلان هيقلي برافو وأكيد رح يزقفولي وأكيد حياخد هيدا التقدير ومننسى أهمية الشي اللي عم نعمله يعني حتى إذا عم نعمل إنجاز كتير كبير بشغلنا أو بمسارتنا المهنية أو شي نحنا منحبه رياضة معينة أو هواية معينة منصير بس عم نعمله لناخد بالآخر هيدا الزقف الكبيرة أوقات ما بتجي هيدا الزقف الكبيرة مثل ما نحنا بدنا إياها هون بصير في خيبة أمل كبيرة ونرجع عم نكرر عم نكرر حالنا وعم نفوت بكرة هي لحالنا وللشخص الآخر فكرميل نبدأ نحب حالنا هلأ عقبر إذا حدا عم بيسمعنا وبدو يسأل حاله طب أنا كيف ببلش هلأ إذا وصلت عمري 40 ولا 50 ولا 30 من وين ببلش اللي تعرضنا لأو قلة الحب اللي أخدنا أو الحب المشروط نحب حالنا مثل ما نحنا نبلش نحنا نقدر حالنا نقامن أنه نحنا عن جد نحنا كاملين بكل شي جينا نعمله بهيد الدنيا نحنا نبلش نعطي لحالنا مش ننطر أنه فلان أو فلان لا يجي يزقف لي أو يعطيني الموافقة على أنا شو بهيد الحياة نبلش نحط لعالم نحط حالنا أولوية ما نخاف نهتم بحالنا في أوقات كتير منحس أنه إذا أنا هتمت بحالي هيدة أنانية وأنا عم بيخد من درب بولادي أو عم بيخد من درب بزوجة أو من درب رفقتها أو أختي أو خي أو أهلي في ناس بتحس أنه ما فيه سافر وإهدي حالي هاي الفاكيشن لأنه بركبي هول مصريات كنت سعادت أهلي أو كنت تعطيت لأولادة أو كنت عملت شي تاني فهولة كمان قصص مرتبطة بالسلف لوف القصص البسيطة نهتم بحشكلنا الخارجي نحب حالنا مثل ما نحنا نتقبل حالنا مثل ما نحنا كل هولة خطوات فينا نعملها لنحنا نرجع نحب حالنا ونقبل حب الآخر مثل ما هو يعني إذا الشخص عم بيحبنا بطريقته هو اللي هي كتير حلوة يمكن ما يعرف يقول I love you بس يمكن يعمل gesture أو حركة بسيطة معنا يسألنا كيفنا يجي يجيب لنا القهوة صخنة يهتم فينا أو تهتم فينا نقبل هيدا الحب مش مثل ما نحنا بدنا إياه وحتنا ثلاثة براسنا ما نكون عايشين براحة مع الشخص التاني وعايشين براحة مع حالنا فرح نحكي كتير بحلقات قادمة بموضوع السلف love رح يكون فايد بكتير يعني بتايتلز كتير رح نكون عم نتناولها بس حبينا نحكي عنه اليوم هيك بشكل كبير لنواعي العالم أنه هيدا شغلة كتير مهمة وفينا من هلأ يعني ما ننطر أول السنة الجديدة أول شهر الجي على عيد ميلادي بس يصير معي هيك بحب حالي بس أوصل لهي الشغلة بحب حالي نبلش هلأ من هيدا التك نحب حالي نقصت هلأ نبلش أنا بقترح أنه كل شخص عم يتسمى علينا هلأ يروحها المراية ويتطلع بعيونه ويقول عصوة عالي كلماتي كتير حلوة تجاه نفسه هيدا بتكون بلشنا فعلا نعمل self love فعلا نحط حالنا نحنا أو نحترم حالنا نقدر حالنا الوزهاي بتاعته هذا التمرين اللي كتير حلو وأنا وقت أبلش تطبق بحيات حسات حالي أنه وقت كتير سخيفة لأنه فكرة أني قوقف قدام المراية قول لحالة ثلاث مرات تطلع بعيوني قول I love you مراية أو بحبك مراية بتلع ثلاث مرات على 21 يوم أول مرتين ثلاث حسات حالي أنه شو عم بعمل وكل وقت عم بتطلع بركي حدا نسمعني شو هيقول عني لأنه مش معوّدين نحب حالنا ونقول لحالنا I love you فهيدا التمرين بس أول كم يوم ممكن يكون شوي نضحك ع حالنا أو سخيف بس بعدين إذا منقلع فيه منلاقي أنه كل شي تغير بريء بعيوننا بيتغير البشرة بتتغير وجهنا ضحكتنا كل شي بيتغير لأنه وقتنا عم نقول I love you مثل ما حكينا بحلقة قوة العبارات نحن عم نفوت هيدا الكلمات اللي عندها زبذبات عالية على كل خلية بجسمنا فجسمنا رح يتجاوب معنا ورح ينعكس لبرة وبالتالي حنكون بلشنا بتمرين بسيط نحب حالنا وبعدين بتكرج الأشياء لحالها وبعدين ما نستنظر حدا يقلنا إياها منكون نحنا رفقنا نفسنا وعم نقولها لحالنا يعني شو فيه أحلى مما أنه كون أنا my own best friend لأنه دايما نستنظر من العالم تقدمنا إياها فساعتا أنا عم أقدم لحالي هيدا الشي وفينا على طول مش إنه بس يعني هي الفكرة إنه 21 يوم لنكون مكننا هيدا العادة رسخناها بس فينا كل يوم نقول لحالنا I love you كل يوم نحب حالنا نتغزل بحالنا نهدي حالنا هدية مش ننطر لمناسبة بعينة أوقات بنهدي كل العالم ومننسى حالنا نحط حالنا أولوي هيدا الشغلة اللي كتير مهمة بموضوع self love أو حب الذات مني أنا ميراي من جوال طاقة حب كتير كبيرة ومنتمنى عليكم لكل اللي عم بيسمعونا هيك شوي تلفتلوا نظرهم أكتر الحلقة ويبلشوا يلاقوا شو ممكن يكون فيه طريقة ليبلشوا يحبوا حالهم يبلشوا عن جد من هيد اللحظة اللي عم بيسمعونا فيها ما ينطروا ما يأجلوا ما تنسوا تلاقونا على حكواتي .fm على سبوتيفاي وأنغامي أو أي تطبيق آخر بتحبوا تستخدموا وكمان ما تنسوا تشتركوا وتعملوا شير على السوشيال ميديا اشتركوا في القناة